يوماني مشهوداً في مدينة طنج لماذا مشهوداً؟ بسبب أنطار دامت ليلة نهار لمدة يومين متتاليين وبدون توقف واردت أن أسجل هذا الفيديو حقاً للتاريخ فالأمطار رجعت في ظروف استثنائية بالمغرب استثنائية لأن المغرب بدون حكومة استثنائية لأن المغرب غاب عنه الملك في مهام إفريقيا عويسة استثنائية لأن المغرب يتعرض لضغوط خطيرة لا يعيها إلا فطاهلة سياسات دولية وهنا لابد من الشكر والحمد لله الحمد لله لأن الخالق لا يضيع حق المخلوق على الأقل في الحياة فهذه الأمطار كانت عامة أما الصور التي تتحدث حالياً فهي من طنجة عروض الشمال هذه الأمطار غسلات نفوس البشر الملوثة غسلات مدين المغرب وأزالت المصاحق وكشفت العورة أما المصدعفين في الأرض فكفتهم شرور الجفات والسنوات الإجاب فأهلاً وسهلاً بك يا أنطار الخير والبركات والحمد لله على رحمته ويبدو أن هذه الأمطار غسلت بعضاً من ملوتات سياسات سياسات المغرب وعلى الأقل أزالت ممقوتين وأتت بواعدين وفتحت الأنفاق أمام التكاهنات التكاهنات بموسي فلاحي قد يكونوا جيداً وسياسي العلم لله ومعدي الطبخة فرجاء كل رجاء في الله أن يرأف بهادي الأمة ويفرج قربتها ويخرج المغرب من دياج الفقر والبؤس إلى ما يحبه كل دي قلب يفوق خيره شرة ولا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر